النهاردة فيه قصة ملهمة قصة ماينفعش تعدي مرور الكرام قصة بطلة مصرية يترفع لها القباعة زي ما بيقولوا ونفرح بيها ورفعت رصنا وحاجة مثال رائع جدا 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 لكل سيدة مصرية حاجة مفيش بعد كده روع ايه هي الحكاية بطلتنا المصرية ستة كل نادية فكري بطلة مصر في رفع الأسقال خادت النهاردة برونزية في دورة الألعاب البرلمبية اه ما احنا واخدين مديليات اش معنى دي بالذات اللي انت فاتح عليها الكلام النهاردة بالنسبة لأبطالنا في دورة الألعاب البرلمبية بص يا سيدي بص القصة دي ملهمة ازاي ستة كل دي في أولمبيات سيدني 2000 يعني من 24 سنة وهي عندها 26 سنة وقتها في سنة 2000 خادت الميدالية البرونزية حلو راحت أولمبيات أسينة 2004 وخادت ميدالية في الضية جميل بعدها في بيكين 2008 خادت برونزية بعد كده ما شاركيتش في لندن 2012 بعدها ما شاركيتش في ريو جانيرو 2016 بعدها ما شاركيتش في توكيو 2020 خلاص بقى يعني خلاص عامت انجازين او تلات انجازات في تلات أولمبياته على التوالي من 2000 ل2008 وخلاص خلصت الحكاية لحد كده لا ترجع في باريس 2024 وهي عندها خمسين سنة خمسين سنة وتاخد ميدالية لمصر ميدالية برونزية جديدة في دورة العاب البرلمبية مشوار تاريخي وعظيم وفي اسرار وفي نموذج مثالي لبطل مصري او بطلة مصرية رائعة في 2024 بتاخد ميدالية جديدة بدأتها في سن 2000 بميدالية برونزية وختمتها وان شاء الله ما يكونش الختام وليه لأ في أولمبيات باريس 2024 بميدالية برونزية أيضا ايه الجمال ده ايه الجمال ده مفيش بعد كده روعة ومفيش بعد كده جمال الصورة هي بالمناسبة وهي بتاخد الميدالية قدت زغروطة حلوة زغروطة مصرية حلوة بتحتفل بزغروطة ست الكل ست الكل جميلة جمال يعني كل الصور وعند الصور يعني الصور أهم من كل الصور النهاردة حلوة كل الصور النهاردة فيها كده نموذج وفيها إسرار وفيها إرادة وفيها عدم إحباط ما شاركتش في ثلاث دورات أولمبية وعلى بعد يعني المدة 12 سنة 12 سنة ايه لا انت بتتكلم 16 سنة كمان لحد ما وصلت لباريس وبعد 16 سنة بتاخد ميدالية جديدة ايه ده ايه الاسرار ده ايه الروح دي ايه الارادة دي ايه الجمال ده ست الكل دي حكاية بالمناسبة بالمناسبة يعني ابطالنا في البرلمبية عملوا أداء رائع جدا أداء كبير جدا ومميز وكلهم رفعوا راس مصر وكلهم فرحونا وكلهم خلوا يعني ايه خلونا فرحانين مش عايز أقول حاجات تانية بس خلونا فرحانين يعني والأهم انهم خلونا فرحانين زي الأبطال اللي حصدوا ميداليات في الولمبيات باريس قبل البرلمبية حلو نفرح بأبطالنا ودول تحديدا أبطالنا دول اللي كانوا في البرلمبية دول اللي بيتخطوا كثير من الصعوبات بل من المستحلات عشان يشرفونا دول يتشالوا فوق 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 فوق